وكف المصطفى كالوردي مادين وعطر ويبق إذا مس الأيات وكف المصطفى كالوردي مادين أحمدكم كاميرا وأخواتي شراكم إن شاء الله كم تكونوا بخير وساحكم بخير فيديوة عنها اليوم حبيت أن أشاركي معكم أجواء النبوي الشريف المحل اللي تخلصيه اللي هنا صورت لكم فيه شوية هدا بخارات صورت لكم اجواء كيف كانت كانت اجواء بزف هيلة صراحة يعني العام هذا اللي قيت فيه اجواء بزف بزف مليحة طواب البرة تخرجوا كامل حاطين هذو الحويش تعل مولد بخارات هذو الفوانيس البخور المسك لاهيبير يعني الحالة كانت هيلة لبناز صورت لكم هني المهم مقطع هكذا بداية يعني في الفيديو بالنسبة الفيديو السابق تقسيتوني كامل على البخارة هذي كلي شريتها قلتولي ميني شريتها شريتها من محل في بلعلا في العلمة اسمو التاج ميناج لبناز انا بخاذ كنشير غير ملع عندهم حويشها كان نلقا عندهم الصولد صورت لكم مهم هنا يا موق تطفات صورت لكم شوية ثاني ممي عنده هنا عجبوني هذو الترموزة هذو كامل لبناز عجبوني ايهب لو شوفو مديرهم صولد بربعمية اه كين ربعمية كين سستمية كين متاع خمسينية يعني كل واحدة ولي بريت ساحة ولكم عجبوني ايه قلت ما نزيل صورهم لكم اللي احنا تشوفوهم وتشوفو الالوان اللي فيهم فيه اه الصفحة الفيسبوك ثاني ساحهم رأي مكتوبة تيج ميناج يعني اللي حابستو دخلكش ما تشوفو ولا تشوفهم حاطي اللي بري وحاطي اللي موضينام كل يوم يطلقوا يعني جديد ولكم انا الحاجة اللي حبيت ان اعطيلكم هنالبناس اجواء المولد النبوي الشريف اه بالنسبة للناس اللي جاوا يقولوا لي بتعاو منا احنا والفنا نحتافله بالمولد اه كين اللي جاوا يقولوا لي اه يوم 12 ربيع الاول هو يوم وثيات الرسول صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام وايضا هو يوم اه يوم ولادته يعني ما نسوش يوم ولادته ايضا اللي رامي يقولوا لي صحابه ما حتافلوش بيه احنا والفنا من بكري نحتافله بياني من اللي زدنا واحنا نحتافله بالمولد النبوي شريف انا فرحة برك وثاني الولاد الصغار هكذا كين ذكروهم بهذا كل النهار اه يعني تعرفوهم بسيرة النبوي بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم اه تفكروهم اه يعني هذي النهار هذكي راحين تحييوا يعني ذكرى للرسول صلى الله عليه وسلم ما بيناش الماكلة كي ما قلت لكم النهار هذا اللي بناس راحين ديروا فيه اه كشغل الذكرى وراحين ثاني نتفكروا الرسول صلى الله عليه وسلم الولاد الصغار تفكروهم كامل هنا يا البنات بعد ما روحت لهنا اه للدار يعني حبيتنا نشارك معكم ثاني هذا الوصفة اللي تقدروا تديروها في المولد هذا المسكوتو يجي خفيف يعني اللي مش حبة تكل فروحة بزيف حبة تدير الولادها حاجة خفيفة برك نقول لك جاربي هذا الوصفة هذي البنات تهب البنينة ثاني المسكوتو هذا اللي ما يديرو فيه في الأعريس يديرو فيه في الحفيلات يديرو فيه بزيف غير بزوج حباس بيض برك يجيك الوصفة تهبل ويجيك خفيف وكتوفوه في الأخير كيفية جاني ديرت هنا زوج حباس بيض ديرت لهم رشة ملح كاس سكر مغرفة كبيرة لفاني بودرنا لكن عندك لفاني سائلة ديري لفاني سائلة مش شرط تدير البودر وش كان متوفر عندك ديريها هنا زيت لها كاس حليب يعني موش تغون موش بيرد زيت ثاني مع هالهنة ديرت كاس ماهوش معمر قد قد يعني زيت لها الهنة ثاني الزيت ثاني شوفوا الكمية اللي نحط فيها البناس بنفس الكاساني نكيل وكيما قلت لكم كل كاساني نقص منه صبوع يعني ديرت هكذا المقادير هذو البناس جاتني قد 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 هكذا اللي بزيف راهم نشوف هم يتطلقوا في فيسبوك مننا يقولوا باللي راهو يلاس قلهم هذيك المسكوت شو اللي هنا راح نعطيكم يعني الطريقة بهم يصيلكم شو تنحيكم فاصل مو يعني في ثم ثم يتنحي هنا خلط كامل هذو المكونات بعضهم زيت لهم هنا كيس خاميره كيميائيانة ديرت الكيس كيما راهو يعني هذا الشكارة الخميرة ديرتها كيما راهي زي اللي هنا بديس تحطي الكاس اللي لوتها الفارينة هو اللول كما قم تشوفوا وزيت لها الخميرة هذا الاستاشيتها الخميرة باكي خميرة اللي هنا خلط هذو المرة اللولة خلطهم هكذا شوية قبل به نشوف القوام ومن بعد الكيس هذي مزال الجارية زيت لها الكاس الثاني يعني هذا الخليط ومن بعد الكيس كيسين فارينة قد قد يجيك الخالي طمليح ما يجيك شثقيل وثاني العجينة طيب لك ما تجيك شثقيلة تجيك خفيفات هبال يعني لما كانش متوفر عندك البيض بزيف وحبت ديري حاجة لولادك هكذا تفرحيهم بها ذوك في المولد عليكو علا اذن مسكوتشو اللي بناتي هبال ولا غرب بنيني سخاف وما يجيش فيه الحلوة بزيف سيرتوا للنساء اللي ميحبوه الحلوة وانا اصحك يعني اتجربوا لهم وعلى ضمانتي يعني هنا ديرت الكسف ثاني تار فارينة الكسف ثاني اللي بناس ما غمرتوش قد 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 يعني تقريبا يعني كاس ونص فارينة كاس ونص فارينة بالنسبة للمول هاهوري استعملتوا مليح بالزبدة مليح بالماركارينة مليح من تحت كامل لازم تدهني فكل جوانب بهاكذا بهمية ساقلكش ونزيدوا للفارينة هنا يشوفوا الكمية ثانية حتى تغطى لهذاك المول كامل ديرت لهنا الكمية اللولة تهل عجينة كما تشوفوا ومن بعد رح نزيد لها الهنا هذا المكوين البنات اللي يعجبني بزيف بزيف المسكوتشو يجيكون بنيني سخاف الثبيب هذا الثبيب لك حل الاحمر تقدر يدير الثبيب ولا تقدر يدير مكسرة تدير لها الجوز وشوفين تحبب البنينة ثانية انا حبيت تدير لها غير هكذا الثبيب وكملت حطيت السل باقي اللي حجينة تقدروا ثانية اذا حابين الثبيب يجيكم لديكور من فوق ومن بعدها كبوا عليه الخليط وكملت قوام الخليطة البنات هنا كيف اهراه لا يكون عاقد بزيف وثاني لا يكون هكذا السائل ثاني لكن السائل بزيف لاني سأتجيكم خفيفة بزيف هنا هاي العجينة شوفوا تطلع اني صورت لكم ويا في الفور ديرتها على ميتين درجة مدت عشرين دقيقة انا شاعلت لها غير من تحت البنات وحدها حمارة لي من فوق ومن تحت يعني ما زيتش شاعلت لها الفور من فوق هنا بعد ما وجدته طابت شوفوا انا ديرت لكم هكذا بهذا هكذا ديروا بكير دون لا ديروا بموس دخلوا هكذا بيتعرفوا اسكورة هي ناشفة طابت ولا ما طابتش انا غير لقيتها طابت هنا وهي سخونة قلبتها نجيت نقلبها لحنا لبنات وكان هذك المول لكم على بيكم سالحديد كان سخون بزيف يخرجتم من الفور ما مقدرش نزرب نهزها طول بصح حاولت اني نهزها يعني قدامكم هكذا بيتشوفوها باللي يعني غير من الفور كيتجبتيها وتكوني هذك المول دهنسيهم ليه تنحيلك بكل سهولة انا درتها كطرشونة يعني شوية فيها الماء شمقتها ونهز بها قدامة وشوفو كيفية تنحيلكم ما تصقلكمش ويجيكم خفيفة تهبل نقسملكم بهتشوفوها كيفية جيتني وكاين بزيف ثاني اللي راهم اعتمدينها كمشروع دارينها مشروع هذا الكيك هذا انتاشر في الاعراس الجزائري يعدوا بزيف يديروه انا قلت لكم حبيت حاجة هكا للمولد حاجة خفيفة برق وبإذن الله نشارك معكم كامل وصفات اللي را حنديرهم والافكار اللي حنديرهم في المولد وطاولتي ثاني في المولد اصحاب البدعة ومنا يا خلطي حني نحتفلوا بالمولد انا قلت لكم من بكري نحتفلوا به هذو كل را ميجيو يكلونا بدعة وما نعرفوا شنه ام يجيو يفتيو يفتيو مشيكو غرام ينصحو كين عبد ميجيوش ينصحوك يجيوك شغل يزيدو يسبوك يشتموك ويروحو في الكومنتير لها عليكم يعني الشي هذا كامل منا تجيو تنصحو منا تجيو تعودت يعني كلام والله سبحان الله فيكم المهم من لحنة لبناز قطعت لكم ديرت لها من فوق الكوكي وتحبي تغطيها كامل تحبي تدير لها شي كولا ووش حبيتي انتي انا تنتحكها شوي بالكم في تير من فوق ودرت لها الكوكي وشوفوا كيفها جاتني من داخل جات خفيفة وجات هايلة لبناز جاتني بنينة سخف لحنة لبناز هذه الوصفة نهار اليوم والاجواء المولد النبوي الشريف كيفها كانت ان شاء الله يعجبكم الفيديو ساعة نهار اليوم حبيبتي ثم ثاني ما تنسونيش من البرتاج والاشتراك في القناة ونقول لكم كامل كامل اللي نورتوني دخلتوا القناتي مرحبا بكم كامل ان شاء الله نستفادوا من بعضنا وإلى اللقاء في فيديو هات أخرى ان شاء الله